للأسبوع الثالث على التوالي تحقق أسعار الذهب مكاسب كبيرة مدعومة بارتفاعات معدلات التضخم الأمريكية لشهر إبريل الماضي حيث لامست مستوى 1900 دولار للأنصة مقارنة بالأسبوع السابق لها والتي وقفت عند مستوى 1893 دولار الرئيس التنفيذي لشركة سباك الكويت رجب حامد أوضح أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر غفزة منذ تسعينيات القرن الماضي ما أثار مخاوف بشأن زيادات الأسعار ودفع الذهب للارتفاع وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مبينا أنه في حال عاود الدولار الأمريكي للارتفاع وأظهرت نتائج الوظائف في سوق العمل الأمريكي بيانات قوية فإن من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وقف صعود أسعار الذهب والعكس إذا خرجت بيانات أضعف من توقعات السوق وتراجع الدولار فإن المتوقع أن يستمر الذهب في الصعود محليا وفقا لحامد شهدت الأسواق المحلية انتعاشا خلال الأسبوع الماضي بل رغم من استمرار ارتفاع الأسعار مقارنة بما قبلها نظرا لتوفر السيولة بالإضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها للمحلات وزيادة ساعات العمل وتفضيل كثيرين الشراء الآن رغم ارتفاع الأسعار ليقينهم بأن مسلسل ارتفاع أسعار الذهب مستمر حتى نهاية العام الحالي مبينا أن سعر الإجرام عيار 24 استقر عند 18 دينارا وعيار 21 عند 16 دينارا